يا أخي يا ابن فلسطين التي لم تزل تدعوك من خلف الحداد عد إليها لا تقل لم يقترب يوم عودي قل لها أنا يوم المعادي عد إليها رافع الرأس وقل هذه داري هنا مائي وزادي وهنا كرمي هنا مزرعتي وهنا آثار زرعي وحصادي وهنا نغيت أمي وأبي وهنا أشعلت بالنور اعتقادي هذه مدفأتي أعرفها لم تزل فيها بقايا من رماد هكذا يعرف الفلسطيني من وجهة نظر الشاعر الكبير عبدالله البرادوني غير أن أبناء غزة ينسجون لهم تعريفهم الخاص وهم الذين لا يعرفون إلا الحمد عنوانا للبقاء والصمودة طريقا للنجاة مع دخول الشهر الثاني للحرب على غزة عائلات بأكملها محيت من السجلات المدنية لسكان غزة غير أن زيتونة الدار تعرف غرسها جيدا ولذا يصير الزيت فيها دمعا ضيفنا اليوم الإعلام الفلسطيني طارق مصطفى والذي كان ضيفا معنا قبل أيام وفي اليوم التالي للأسف مشاهدين كانت المأساة حيث استشهدت عائلة طارق بأكملها بصاروخ صهيوني غاشم رحب معنا هنا في الستوديو الإعلامي طارق أهلا وسهلا بك يا أهلا طارق المصاب كبير والمواقف مخزية وتعزينة لا تكفي صراحة خارص التعازي وبماذا تحب أن تبدأ أشكركم بداية على هذه المساحة عبر قناة بلقيس أسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار وبورك في سواعدكم وبورك في سواعد الأبطال سواعد الرجال من يصنعون التاريخ بأنفسهم من يصنعون مجدا لأجيال قادمة بورك بنساء غزة بأطفالها بورك بالمدنيين الذين يقفون في وجه هذا الاحتلال بعد فقدانهم لبيوتهم لأبنائهم لزوجاتهم لعوائلهم متحدين رافعي شارة النصر في وجه هذا الاحتلال المتغطرس الذي لم يبقي حجرا على حجر لم يبقي بيتا على آخر لم يبقي بيتا إلا وفقد منه أخ أب أم أخت إلى آخرهم من هذه التفاصيل المصاب كبير وهنيئا للشهداء وهنيئا للصابرين أيضا هناك ونسأل الله القبول لو ندخل في التفاصيل قليلا قبل أن ندخل معك في التفاصيل حول الفاجعة التي ألمت بعائلتك سندهب إلى فاصل ومثل منعود إذن حياكم الله مشاهدين الكرام نعود مرة أخرى لضيفنا طارق مصطفى الذي فقد عز ما يملك في غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشب طارق لو نتحدث بداية عن كيف تلقيتم نبأ هذه الفاجعة بحمد الله وتوفيقه والسدادة الحمد لله الذي أكرم هذه العائلة بالشهادة عائلة مرابطة عائلة صابرة عائلة محتسبة عائلة قدمت بأكملها وقودا لفلسطين وشعلة لإضاءة طريق معبد بالدماء لأبناء فلسطين وللمحررين القادمين من كل حدب وصوب من أجل التكبير والتهليل في ساحات المسجد الأقصى المبارك بالحمد وبصلاة ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى أن اختارني يعني من بين هذه الجموع بين الألاف المؤلفة ليكون وأحظى بهذا الفخر الكبير وهذا الوسام العظيم يعني أغبط وأحسد عليه من قبل الجميع فالحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما أصطفى ونحن نهنيك ونحزن يعني للفاجعة بنفس الوقت إذا ما تحدثنا عن والله يعني مش عارف كيف تمالك نفسي الموقف صعب والله لاي مش عارف كيف يعني فعلا الكلمات يعني تروح مننا بس ممكن تكلمنا يعني كنت مثلا آخر مرة كنت تواصل مع العائلة قبل ما تحدث الكارثة يعني لو تحدثنا أكثر طيب أنا إلي تقريبا خمس سنوات ما شفت عائلتي حاولت قدر المستطاع أصل لإلهم بكافة الطرق بكافة الوسائل لم أستطع كان عندي فرصة وحيدة أشوفهم في الحج هذا العام ولكن هذه المحاولة أيضا باءت بالفشل بسبب يعني بعض الترتيبات بين الوفود التركية وأيضا السعودية آخر اتصال كان قبلها بيوم مساء يعني اليوم الذي يسبق الأول من هذا الشهر طمنت على العائلة لأنه كان في مجزرة في شمال قطاع غزة في معسكر جبالية كانوا دائما يحمدون الله سبحانه وتعالى وكان لا يبعد كثيرا هذا القصف وهذا الاستهداف عن هذا البيت وكان لسان حالهم دائما وجميعا وصدقا أن يا رب رزقنا الشهادة نعم فكلماتهم ووصاياهم طيلة الحرب جعلت الجلد والصبر يتملك قلبي وسبحان الله يعني أنا رجل جدا عاطفي نعم لكن في هذا الموطن وهذا الموقف أقسم لكم لا أدري ما الذي حصل السكينة والوقار والإطمئنان وتلقي هذه الصدمة وإخبار الناس بهذا الخبر الجلل بعد هذا الفقد وهذا الاحتياج الكبير لهذه العائلة كان عجيب السيد طالق يعني أنت نموذج يعني ما أعرف كيف أوصفها حقيقة يعني لكن هذه القصص يعني حتى قاررنا اليوم عرض أيضا قصة لعائلة أو لشخص فقط ثلاثة أجيال من عائلته عوائل كثيرة تفقد يعني أهلها وأفراد أسرتها ما هو السر هذا الثبات ما هو هذا السر ومن أين يأتي هذا التسليم والحمد تجاه هذه الكارثة كارثة فقد من نحبهم ونعزهم غزة يا جماعة الخير ذات تربية من الجذور أصيلة ورسالتها رسالة سامية وإستراتيجيتها في التعامل مع هذا الاحتلال الغاصب تتملكه عزة لا يملكه أي شخص ولا أستطيع أن أعبر عنه صدقا لما يخرج الواحد من تحت الأنقاذ رافع علامة النصر ويكبر ويهلل لما إنسان يفقد عائلته تجده صامد وصابر قضية هي قضيتك وصاحب رسالة وصاحب هدف وإنت عارف أنه هذه الطريق تحتاج إلى مزيد من الدماء تحتاج إلى مزيد من الأرواح تحتاج إلى نفس طويل في التعامل مع هذا المحتل في النهاية سنصل إلى ما نريد وسنحرر هذه الأرض وسنقتلع هذا المحتل الذي جاء إلى أرضنا واستباحها وقتل نساءها وقتل أطفالها وشن الغارات وشن المجازر وهدم البيوت من عائلتك أستاذ طارق كم فقت من عائلتك وماذا بقي لك من أسرتك الكريمة؟ يعني بحمد الله فقدت 33 شخص من عائلة مصطفى متبقي الناجية الوحيدة في البيت أختي ألا ولدي أيضا ثلاثة متزوجات خارج البيت فالآن كما تعلمون الوضع جدا صعب نعم منذ الأمس أيضا فقدت الاتصال بثلاثة منهم إلى حتى هذه اللحظة إن شاء الله هيك يعود الاتصال وأجدهم سالمين غانمين إن شاء الله والوضع كارثي يعني ربما طيب لو نتحدث ما قبل الكارثة حدثنا عن الذكريات التي يعني ما زالت في ذهنك يعني قبل الكارثة ذكريات أنت بدك إياني أبكي لا والله ما قضي يعني حافظ على حالة أنت ثابت إن شاء الله والله يثبتهاك ويجرك إن شاء الله الله يبارك فيه وتعطن عني صورة يعني أنه في النهاية رغم ما يحدث لهم هما في النهاية بشر لديهم ذكريات لديهم أقارب يحبوا ويكرهوا يعني ذكرنا بهذه الصورة الجميلة العائلة محبة للحياة دائما مريحة الوالد عندي يمزح كثيرا كذلك أيضا الوالدة ليه شقيق اسمه أحمد وهذا الزغنون كان هو اللي يروح يجيب لهم الأكل جيب لهم الشروب يساعدهم في احتياجات البيت لي أختي إلهام هي تكتب الشعر وتقرأ الشعر ولديها صوت جميل جدا طبعا الواحد ما قادر أنه يتكلم عن ذكريات سوى ذكريات سابقة قبل الخمس سنوات مع هاي الأهل لكن بظل فيه أشياء جدا عالقة من ذكريات الوالد والوالدة في الدعاء في التصبير في بث الرسائل في الحرص في كذلك أيضا وصايا كان من ضمن وصايا والدي والدتي إذا تبقى أحد فدير بالك عليهم يا طارق وإذا لم يتبقى أحد فسامحنا يا طارق كذلك أيضا الوالدة طارق أنا كنت حاب أن أنا أشوفك ربنا هيك يعجل يعني بشهادتنا الوضع جدا صعب الوضع جدا كارثي هذه القصص اللي إحنا كنا يعني نسولف فيها كان أحد أسئلتي يعني لي أختي الهام تبلغ من العمر 15 عاما الهام تخافي من الصواريخ يقول لي أنا عضلات العيلة أنا القبضاي أنا اللي أخوف الصاروخ مش الصاروخ هو اللي يخوفني أخي أحمد كان يقول لي إمي أنا بدي أنام وبس تيجي هدنا صحوني من كتر ما يعني نزل صواريخ بجوار البيت وصوت القذائف وصوت الزنانات في الليل فكان الوضع جدا يعني بالنسبة لهم مقلق صعب كارثي مجازر في كل مكان استشهدت يعني استشهد لإلي أو تم استهداف بيت جدي استشهد فيه أربعة من أبناء خالتي أيضا قبلها فحجم الكارثة وحجم المصيبة على الناس من ناحية تلقيهم للأخبار كارثي فكان دائما لسان حالي العائلة بالصبر بالثبات بالمصابرة كان في عندهم سؤال جدا حلو كانوا يسألوني في بداية المعركة ما هو السؤال؟ كان السؤال أنه في حدا نواقف معانا يا طارق شو الناس بتعمل في الخارج شو صورة الوضع أنت أقرب لإن من الخارج فكنت أنا أقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لن يقف معانا أحد وكان هناك انتقاد للوالد أخبرتم أنه لم يقف معانا لم يقف أحد فقط يكتفون بالمظاهرات والتنديدات أما بقوة السلاح وقوة العتاد فتم الاستفراد بغزة لتبقى وحدها اليوم غزة تنزف ونحن في شهرنا الثاني في هذه الحرب والدي في المقابلة الماضية أخت الكريمة كان عنده تعليق لما قلت في بداية الحلقة أنه إحنا ما إحنا محتاجين ناس تطلع تظاهر بقدر ما إنه أنا محتاج حدا من الوطن العربي يقف بجانب هذا الكتف الفلسطيني فقال لي يا طارق لا إحنا محتاجين هدول الناس محتاجين يطلعوا بالمظاهرات وهي بداية انطلاقة فأنا برا بوالدي يعني أسحب هاي المقولة وإن شاء الله يعني يكون فيه إنه صوت أقوى في الوطن العربي وإنه تحشيد أكبر وإنه سواعد يعني تقف مع أبناء قطاع غزة وربي يبارك فيكم ويسعدكم إن شاء الله طبعا بالتأكيد يا طارق يعني دور التضامن هذا مهم جدا بغض النظر عن حجمه سواء كان بالنسبة لزعماء الدول العربية والإسلامية أو كان على المستوى الشعوب فهو دور مهم لدعم القضية والوقوف معها طيب إذا ما تحدثنا عن ما قبل 7 أكتوبر كيف كانت تعيش غزة ويعني آخر المشاهد التي تذكرها عن غزة غزة بطبيعيتها الجغرافية جدا جميلة هواءها بحرها ناسها طيبين جدا خلقين في نوع من الألف والتراحم الشيء الكبير والعجيب ما بين أواصر هذا الشعب الفلسطيني غزة كانت تعيش بعزة وكرامة بعد السابع من أكتوبر أصبحت تعيش بعزة وفخر وشموخ وإباء أكثر من السابع من أكتوبر غزة يا جماعة الخير هي تدافع عن أمة ولديها حمل ثقيل على الأمة العربية والإسلامية وتدرك جيدا في يوم من الأيام أنها ستكون محرك لشرارة لتحرير فلسطين ودحر هذا المحتل عن أراضينا فهذا دور أبناء غزة وهذا الدور هو متوقع يا جماعة الخير ومنه غريب إحنا بنشاهد حروب كثيرة على قطع غزة وتصعدات وقتل ودمار وتشريد واضطهاد وتضييق وحصار وإحنا زي ما إحنا شايفين حتى في الحرب مش قادرين إحنا كدول عربية ندخل المساعدات ولا قادرين نحكم على إسرائيل حتى الولايات المتحدة تريد وقف هذه الحرب ولم يستطيعوا أيضا إيقاف هذه الحرب على قطع غزة حتى لمجرد إدخال الوقود كافة القطعات الصحية وكافة الأمور داخل قطع غزة هي قطعات جدا منهارة في هذا الوقت الحالي طيب أستاذ طارق من خلال برنامجنا ديوان بلقيس رسالة توجهها للمشاهد اليمني وأيضا للعالم ماذا ستقول؟ هي رسالة صعبة يعني بعد هذه المجازر ما ضل شيء الواحد يعني يحكيه ولا ضل شيء الواحد يستنجد فيه يعني حتى الشعوب فإذا لم يكن هناك محرك قوي ذا عزيمة وذا إرادة صلبة نابع من عقيدة ونابع من قوة ونابع من دين فلا خير فينا الكل أخي الكريم وأختي الكريمة يعرف دوره في هذه المعركة ويدرك جيدا أنها بداية تحرير فلسطين فالخير كل الخير في من يبدأ بأن يكون يد مساعدة لأبناء غزة وهذا الشرف سينوله هو ليسهم فهم نالوا شرف عظيم لن يستطيع أحد أيا كان أن يصل إليه إلى يوم الدين فهم أصحاب قوة وأصحاب إرادة وأصحاب جلد ووالله نحن في غزة لسنا بحاجة إلى أحد والله إن الله معنا ولن يخيبنا ونحن أصحاب إرادة وأصحاب عزيمة وأصحاب قوة وأصحاب صلف ووالله أن المجاهدين وأن الأبطال على جميع المحاور ليقاتلون قتال الفرسان وقتال الشجعان ووالله إنهم لفخر هذه الأمة ولولا الاحتياطات الأمنية التي تحيط بعوائل المجاهدين لأثلجت صدوركم بأشياء ربما لو صرتها لكم والله العظيم لتقولون أن هذا الرجل يتحدث فيه غرافة وعجابة شكرا لك طارق مصطفى وهنيئا للصابرين وهنيئا أيضا لشهد الجنة بإذن الله ونسأل الله أن يرحم كل من قضى في هذه الكارثة شكرا جزيلا لك ونحن مقصرون على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي ونسأل الله أن ينصر أهل فلسطين وينصر العرب جميعا شكرا لك شكرا لك